الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وبعد أحبتي في الله فمرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة سلسلة نجوم الهدى نتحدث فيها عن نجوم الهدى الذين تخرجوا من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ويقول أيضا أكثر علي من الصلاة فإن صلاتكم تعرض علي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما زلنا مع خليفة رسول الله ورضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر الصديق ورضي الله عنه وأرضاه إذا أردنا أن نعرف كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لنستمع كيف دافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم من كلام سيدنا علي بن أبي طالب يخبرنا رضي الله عنه وأرضاه فيقول قام خطيبا سيدنا علي بن أبي طالب وقف في الناس وقال يا أيها الناس من أشجع الناس يسألهم فقالوا أنت يا أمير المؤمنين يقصدون سيدنا علي بن أبي طالب كان هذا في زمن خلافته أداهم يا أيها الناس من أشجع الناس فقالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال رضي الله عنه وأرضاه أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه ولكن هو أبو بكر رضي الله عنه إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لألا يهوي عليه أحد من المشركين العريش مكان يجلس فيه مرتفع يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من يحميه في الغزوة لكي لا يغير أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هناك حرص كل الجيش جيش العدو سيقصدون هذا المكان الهدف الذي يقصده الجيش المعادي هو العريش لماذا؟ لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم فوقف الصحابة يقول سيدنا علي رضي الله عنهم فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لألا يهوي عليه أحد من المشركين فوالله ما دنى أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه قال وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يحده وهذه في قصة أخرى الآن سيدنا علي بن أبي طالب يتحدث عن شجاعة سيدنا أبي بكر فروى القصة الأولى عن العريش كيف أنه هو الذي تصدر للدفاع عن حبيب صلى الله عليه وسلم في العريش في أثناء المعركة والثانية حينما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة قدم عليه المشركون قبل الهجرة وَأَخَذُوا يَتَجَاذَبُونَهُ يقول سيدنا علي وَأَخَذَتُهُ قُرَيْشٌ فَهَذَا يُحَادِّهُ وَهَذَا يُتَلْتِلُهُ وَيَقُولُونَ أَنْتَ جَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدَا يضربون الحبيب صلى الله عليه وسلم ويؤذونه فوالله ما دنى منه أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يضرب ويجاهد هذا وهذا ويتلتل هذا يأخذه ويجذبه قال وهو يقول وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ ثم رفع سيدنا علي رضي الله عنه بردة كانت عليه فبكى سيدنا علي حتى تخضبت لحيته أو اختلت لحيته ثم قال أُنشِدُكُمُ اللَّهِ أَمُؤْمِنُوا آلِ فِرْعَوْنَ خَيْرٌ أَمْ هُوْ أَمْ يَقْصِدُ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه فبكى القوم الجالسين فقال سيدنا علي رضي الله عنه فوالله لساعة مع أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرحون ذلك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مواقف عظيمة مهما تكلمنا لن ننتهي لكننا نأخذ شيئا من سيرته رضي الله عنه من المواقف التي كان له فضل فيها على الإسلام رضي الله عنه أنه كان ينفق ماله ليحرر المعذبين العبيد الذين استعبدتهم قريش وأسلموا فكانوا يعذبونه فكان ينفق ماله لإعتاق هؤلاء العبيد قصد ذلك فوضى أمي بن خلف لماذا؟ لكي يعتق رجلا كان رمزا من رموز الإسلام فيما بعد رمزا من رموز الإسلام من رموز شعير يرفع شعارا من شعائر الإسلام سيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه الذي كان يرفع النداء نداء الإسلام كان الذي أعتقه سيدنا أبو بكرنا الصديق رضي الله عنه وليس سيدنا بلال فحسب بل وغيره أيضا لكن عندما أراد أن يأخذه ذهب أن يعتقه ذهب إلى أمي بن خلف تقول رواية قال له ألا تتق الله في هذا المسكين الذي تعذبه يعني حتى متى إلى متى تعذبه قال أنت أفسدته فأنقذه مما ترى يقصد دينك يعني دين الإسلام أنت بدينك أفسدته أنقذه فقال أبو بكر رضي الله عنه أفعل عندي غلام أسود أجلد منه أعطيك إياه وأقوى على دينك أعطيك به قال قد قبلت فقال هو لك فأعطاه أبو بكر صديق رضي الله عنه وأرضاه غلامه وأخذ منه سيدنا بلا رضي الله عنه وأعتقه هذه في رواية في رواية أخرى اشتراه منه بسبع أواق أو أربعين أقية ذهبا الرواية التي تقول بأربعين أقية ذهبا يذكر فيها أنه قال له كم تبيعه فقال أربعين أربعين أقية ذهبا وكان في ذلك الوقت يعني ثمنه لا يساوي أقية أقيتين فقط لكن أمي بن خلف أراد أن يستفز أبا بكر رضي الله عنه لكن أبا بكر قال نعم اشتريت فباعه فبعدما باعه أراد أن يستفز أو يبالغ في استفزاز أبا بكر رضي الله عنه أمي بن خلف فقال له يا أبا بكر أما والله لو قلت لما أشتريه إلا بأقية ذهب لقلت لك بعتك فكان جواب سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه صاعقة عليه قال له أما تعلم والله لو قلت لما أبيعه إلا بألف أقية لقلت لك اشتريت رضي الله عنه وأرضاه استمر في هذه السياسة في أعتاق رقاب المسلمين فقام وأعتق رقاب المعذبين فراح يشتري العبيد والإماء والمملكين منهم عامر بن فهيرة الذي أسلم وهو شهد بدرا وقتل في بئر معونة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه هو من الذين أعتقهم وأم عميس وغيرها ومنها أيضا زنيرة أو زنيرة التي أصيب بصرها وعتقها رضي الله عنه وأرضاه فقالت قريش ما أذهب الله ما أذهب بصرها إلى اللات والعزة كانت قد أصيبت بالعمى بعدما أعتقها فقالت قريش انظروا قد أذهبت اللات والعزة الآلهة أذهبت بصرها فقالت لهم كذبوا الله كذبوا بيت الله ما تضروا اللات والعزة وما تنفعان فإذا ببصرها يرجع إليها بنعمة من الله سبحانه وتعالى وأعتقى إيضا رضي الله عنه وأرضاه النهدية وبنتها وكان تاني مرأة من بني عبد الدار ولم يكن الصديق يقصد بعمله هذا محمدة ولا جهن ولا دينا يماري به الناس وإنما كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى فكان رضي الله عنه وأرضاه يبذل كل ماله لإنفاق للإنفاق لهم لإعتاقهم وقال مرة له والده يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا يا بني لو أنك إذ فعلت عتقت رجالا جلدا يمنعونك ويحمونك ويقومون دونك أنت تعتق ضعافا فقم واشتري الأقوية حتى إذا أعتقتهم حدث معك حادث كانوا معك يدفعون عنك فقال له رضي الله عنه وأرضاه قولة بليغة قال يا أبتي إنما أريد ما أريد لله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه إخوتي في الله بعد هذا الحديث الذي لا يمل عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما زلنا في سيرته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالتشبه به والتحقق على منهجه ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكرمنا وإياكم بالدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى وأن نحمل الرسالة كما حملها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحمد الله تعالى أننا في مركز الدعوة الإسلامية نسأل الله تعالى أن نكون متشبهين بهم ونحن إن شاء الله كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من خطأ فمن أنفسنا نستغفر الله تعالى له سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم